اشتركوا في القناة من واقع الحياة إلى حب ألوان تنسيهم بعد الهموم جمهور الرجاء على سبيل المثال للحصر وما حدث بمراقش لم يكن صدفة بل هم يحاربون الجمهور أو بعبارة أخرى يحاربون الفريق عن طريق الجمهور رميا بورود الحقد يفتعلون شغبا مزعوما ويسوقون لما يريدون على قنوات الصرب الصحي وصحافة الخشب وبعدها سيحرمون الفريق من جمهوره وهكذا سيحاربون من عرف بالمغرب ككيان جغرافي وقروي وكقاعدة جماهيرية ربما في فضلها سينظمون المونديال وربما لن ينظموه إن أرادوا فقط الحرب لأن لكل فعل ردة فعل واستخدام السلطة بالتسلط سيولد الانفجار إبادة الإلترس ليست إبادة خلية إرهابية وإنما إبادة لأسلوب حياة رسم لوحات لطالما صفقتم لها وستلعب دورا كبيرا في ملف الترشيح أما اليوم فتنكرتم لها مؤكدين العبارة التي تقول السلطة هي الجحيم عاقب المخالف ولا تخالف أنتم وتعاقب المظلوم الواحد من أجل الكل والكل من أجل الرجاء والشكوة لرب السماء اشتركوا في القناة